السلام عليكم معكم علي أهلا ونسلم بكم درسا جديد إذا كنتم المرة تشاهدوا القناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء ليصلكم كل يوم فيديو جديد نتكلم في هذا الفيديو عن جمل وتراكيب يومية أستخدمها في حياتي الشخصية أو في العمل أو في مكان ما للتحدث باللغة الإنجليزية تفيدني كثيرا هذه الجمل في تطوير من لغتي الإنجليزية من المهم جدا حفظ هذه الجمل وكتابتها والتدرب عليها تابع معاي لنهاة الفيديو هناك الكثير من المعلومات والمعلومات المفيدة للتحدث باللغة الإنجليزية كيف أقول ما في أمل بالمشمش يعني الأمر من غير الممكن أن يحدث فات شانس إذن بالمشمش بالمشمش ليف ات تو مي ليف ات تو مي يعني اترك الأمر لي دع الأمر لي يعني أنا أدبر الموضوع ليف ات تو مي لت ات جو يعني خلها تعدي مشيها لا توقف عند هذه النقطة لت ات جو إذن خلها تعدي أو عديها مشيها عد الموضوع يعني أنت تلعب على الحبلين يعني تتمصلح يعني تتصرف مع الشخصين على حسب هواك ومصالحك الشخصية إذن تلعب على الحبلين you play both sides your guess is as good as mine يعني ليس لدي أي فكرة ما عندي أي فكرة guess ما معنى يحزر لاحظ guess guess your guess is as good as mine إذن ما عندي فكرة علمي علمك fat chance leave it to me let it go you play both sides your guess is as good as mine آخر ما لنلفظهم fat chance leave it to me leave it to me let it go you play both sides your guess is as good as mine كيف أقول أنت تشخر وليس أنا أنت اللي تشخر you snore not me يعني أنت تشخر وليس أنا you snore not me أو أريد أن نقول أنت تشخر بصوت عالي you snore loudly you snore loudly إذن أنت تشخر loudly بصوت عالي you snore not me you snore loudly كيف نقول لا تخذلني don't don't هي اختصار لي do not لكن دائما المختصر هو المطلوب باللغة الإنجليزية don't let me down don't let me down don't let me down إذن لا تخذلني لا تخيب ظني لا تخيب أملي كيف نقول لا تعالج الخطأ بالخطأ two runs طبعا الدولي ما تلفظ two runs don't make a right يعني خطأين لا تصنع صحيح أو لا تشكل صحيح يعني لا تعالج الخطأ بالخطأ two runs don't make a right two runs don't make a right إذا لا تعالج الخطأ بالخطأ نريد أن أقول أنها رسالة إنها إنها عمل it's a termination letter it's a termination letter لاحظ it's هي اختصار لي it is بدنا عن الآية نضعه باستروفي وأكتبه الاس هنا ننفضها بشكل كامل it is هنا it's لاحظ termination termination letter letter بمعنى رسالة it's a termination letter نريد أن أقول أنا مغادر أنا ذاهب أنا ترك المكان اللي موجود فيه كان عمل او مكتب او بيت او الاخرهم I'm off I'm off لن نقول of هذه of اذا كان عندنا F وحدة double F نلفظها F I'm off I'm leaving I'm اقتصار لي I am I'm leaving بمعنى انا مغادر You snore not me You snore loudly Don't let me down Two runs Don't make a right It's a termination letter I'm off I'm leaving اخر مرة You snore not me You snore loudly Don't let me down Two runs Don't make a right لاحظ Right GH لا تلفظ It's a termination letter I'm off I'm leaving كيف اقول من الان فصاعدة من هذه اللحظة وفيما بعد From now on From now on مثلا اريد ان اقول من الان فصاعدة يجب ان تأتي باكرا From now on You have to come early You have to come early لكن ابدأ From now on من الان فصاعدة من هذه اللحظة كيف اريد ان اقول ليس لدي ما اقوله لك يعني انتهينا لا تواصل يعني انتهي الموضوع بينه وبينك I'm done with you I'm done with you اذا لا تواصل بينا خلاص انتهينا You're avoiding me You're avoiding me يعني انت تتجنبني اذا تبتعد عني يعني تتجنبني You're avoiding me I never go back on my word I never go back on my word يعني انا ابدا لا اعود بكلمتي يعني ثابت على وعدي يعني لا اتراجع بوعدي I never go back on my word كيف اقول انت بامان معي You're safe with me يعني you're هي اختصار لي You are You are safe with me ايضا هذه ايضا You are لكن لدينا I'm هي اختصار لي I am كما قلنا دائما الاختصار هو المطلوب والافضل You're safe with me انت بي امان معي From now on I'm done with you You're avoiding me I never go back on my word You're safe with me اخر مرة From now on I'm done with you I'm done with you You're avoiding me I never go back on my word You're safe with me كيف اقول انا لا اقصد اهانة احد هنا لا اريد ان ازعج اي احد هنا لا اقصد ايهانة او اليهانة لأي احد هنا لأي احد هنا You are a hypocrite You are a hypocrite لاحظ hypocrite بمعنى منافق You are a hypocrite انت منافق وارد ان اقول انت لست منافقا You are not a hypocrite فقط اضيف not بعد are كيف اقول انا حامل او انا لست حاملا انا حامل I'm pregnant لاحظ pregnant I'm pregnant اذا انا حامل انا لست حاملا I'm not pregnant I'm not pregnant I'm pregnant I'm not pregnant وارد ان اقول انت كاذب او انت كذاب You are a liar You are a liar اذا انت كاذب يعني انت تكون كاذب liar احنا نعرف lie يكذب نريد ان نحولها طبعا يكذب فعل نحولها لا اسم تصبح liar نحضر في اي ونضع اي ار liar كاذب You are a liar انت كاذب ايضا نقول انت كاذب نفس الكلام نفس الكلمة You are a liar كيف نقول حان دورك It's your turn It's your turn حان دورك It's هي اختصار لي It is No offense to anyone here You are a hypocrite I'm pregnant I am not pregnant You are a liar It's your turn اخر مرة نطراهم No offense to anyone here You are a hypocrite I'm pregnant I'm not pregnant You are a liar It's your turn بهذا الشكل اخذنا هذه الجمل والتراكيب من المهم جدا ان اكتبها في مدونة او في دفتر معين واتدرب على لفظها كما قلنا اذا اردت ان تدرب تصور نفسك فيديو وتسمع لنفسك وتشاهد ما هي الاخطاء عندما تصور نفسك فيديو يأطيك جراء على التحدث والكلام وهي العملية عملية ممارسة للغة والتحدث او تقفها من مرأة والتحدث بس الافضل دائما انك تسجل نفسك فيديو وتسمع بعد ما تسمع وتشوف اخطائك تحذف الفيديو وانتهينا بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو اتنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو معنا اصدقاء ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته